هنتكلم النهاردة عن شبكات الحاسب طبعا شبكة الحاسب الآلي مجموعة من الأجهزة والأجهزة المحيطية اللي بسميها المتصلة ببعضها البعض وبتعطي لمستخدميها الفرصة ان هما يبقوا متشاركين في الموارد سواء كانت الموارد دي برمجية او موارد مادية طبعا بيبقى الهدف من كل ده ايه اللي احنا طبعا نقلل في التكاليف لو انا عندي مثلا مؤسسة فيها مجموعة من الموظفيين وكل موظفة هحتاج له جهاز مستقل وطبعا جنبه الأجهزة المحيطية الخاصة به البرينتر الاسكانر او غيره هلاقي ان التكاليفة كبيرة جدا لكن لو عملت نظام شبكي وصدت كل الأجهزة يريب بعضها وربطتهم بعضه حطيت للشبكة دي برينتر كبير تخدم كل مستخدم الشبكة جهاز مثلا فاكس بنفسي كيفية وهكذا هلاقي ان التكاليف هتكون أقل بكثير وبالتالي بنقول تعريف شبكة الحاسب الآلي ان هي توصيل مجموعة من الأجهزة لتعمل تحت سيطرة مستخدم واحد اللي بنسميه مدير الشبكة او system administrator وتشغل بنظام تشغيل واحد اللي هو نظام تشغيل الشبكة ايا كان نوعه والهدف من ده المشاركة في الموارد المادية والموارد البرمجئية طبعا عشان نقدر نصمم شبكة او نعمل شبكة لابد ان الاحتياجات بتاعتنا الحد الادنى بتاعنا ما يقلش عن جهازين على الاقل عشان نعمل شبكة كل جهاز من دول هيبقى لكي بعدين بطاقة شبكية اللي بنسميها network interface card او ال NIC ودي لبتشكل جسر الاتصال بين الحاسب الالي واسلاك نقل البيانات بين مكونات الشبكة تاني حاجة وسط النقل او transmission media اللي هننقل من خلاله البيانات طبعا ده وظيفته الاتصال بين عناصر الشبكة زي الكابلات والاسلاك والالياف الضوئية الحاجة اللي بعد كده ليه البروتوكول الخاص باتصال الاجهزة ببعضها الوعد وده اللي بيحدد اسلوب التخاطب بين مكونات الشبكة وزي ما قلنا هو البروتوكول عبارة عن اسلوب التفاهم والالية اللي بتنظم عملية نقل البيانات داخل مكونات الشبكة رابع حاجة النظام التشغيل الشبكة اللي هو بنسميه network operating system او ال nos وده اللي بيقدم لك خدمة تنظيم صلاحيات وحقوق المستخدمين في الوصول الى الموارد والاجهزة المشتركة داخل الشبكة لما نيجي النصك ان نصنف الشبكات بشكل عام وفقا للتوزيع الجغرافي او المنطقة الجغرافية هنلاقيها سمع اين حاجتين يعني ما شبكات محلية اللي بنسميها local area network او LAN ودي عبارة عن مجموعة من حاسبات ممكن تكون في محيط مبنى معين وفي مساحة لا تتجاوز واحد كيلو متر مربع او شبكات الواسعة اللي بنسميها ال WAN او ال wide area network ودي بتكون على مساحات اكبر مساحة مدن او غيره طيب لو جينا نشوف التصميم خاص او تصميمات المختلفة بشكل كده مختصر لشبكات المحلية طبيعي اول نموذج عندنا نسمونه نموذج الحلقة وده عبارة عن ايه نحن بنوصل كل الاجهزة اللي بنسميه داخل الشبكة بما يسمى server اللي في منتصف الشبكة او الموزع الشبكي في هذه الحلقة الحاسبات بترتبط مع حاسب مركزي اللي بنسميه server او الخادم هذا وبالتالي بيكون اي اتصال بين اي جهاز التاني لازم يتم من خلال هذا server ونقول ان اي حاسب يستطيع الاتصال مع اي حاسب اخر من خلال الحاسب المركزي اللي بيرتبط بيه عالة وعالة التخزين والطبع اللي بيمكن استخدامها من قبل اي حاسب اخر داخل الشبكة طبعا هذا النموذج مميز بانه لو حصل اي عطل لاي جزء او اي مكون من مكونات الشبكة ما عدا السيرفر هتبضل الشبكة بتشتغل بشكل طبيعي بشكل سليم جدا مش مشكلة خالص ولكن بيعيب هذا النموذج انه بيكون اكثر تكلفة من النموذج اللي هتيجي وعلي كده النموذج التاني اللي بسميه نموذج الحلقة او الرنج تبولوجي وده بنستغنى فيه تماما عن موجود سيرفر وبنترتبط الحاسبات في هذه الحلقة بعضها بشكل دائري وطبعا ده بنطبقه امتى لو احنا بنصمم شبكة والامكانات المادية محدودة ومعنديش امكانية لنجيب سيرفر فبربطها بهذا الشكل ولكن بيعيب هذا النموذج انه لو حصل اي عطل لأي جهاز من الاجهزة دي بيحصل عطل كامل لاداء الشبكة او الشبكة بلاب الكامل النموذج الخطي هو خليط ما بين النموذجين السابقين اللي بنسميه الباست بوليش هنا بنربط الحاسبات وحالات التخزين والطبيعات بخط اتصال مشترك خط تليفون مثلا وبنوزع في هذا النوع من الشبكات مهام ادارة الشبكة على حاسبات مختلفة لا يتأثر او لا تتأثر الشبكة مطلقا في حال تعطل احد هذه الحاسبات ويمكن لأي حاسب من الحاسبات دي الاتصال مع الحاسبات الاخرى عن طريق هذا الخط المشترك اللي بيربط كل هذه الاجهزة ببعضها البعض طبعا لابد ان احنا نتحقق ان هذا الخط بيكون غير مشغول بتأمين الاتصال بين حاسبات الشبكة اما الشبكات الواسعة او ما يسمى الوايد ايريو نتورك فهي دي الشبكات اللي بيكون مكوناتها شبكات محلية صغيرة وعلى مساحة جغرافية كبيرة جدا دي بتتكون من حاسبات وحالات طرفية متبعدة جغرافيا مربوطة مع بعضها البعض بوسطة خطوط اتصال هذا النوع من الشبكات بيرتبط بحاسبات وحالات طرفية موجودة في مدن مختلفة او اختاره دول مختلفة بيطلق على الحاسب الكبير اللي بترتبط به هذه الوحدات بالحاسب المضيف ايه ما يسمى الهوست كمبيوتر وبتحفظ نسخ من البرامج والملفات على وحدات تخزين المسندة والتابعة لهذا الحاسب المضيف طيب هنيجي نتكلم بردو بشكل كده ايه سريع عن مقدمة او مقدمة للاجزاء المادية لحاسب نشوف بشكل ظاهري اي حاسب قلي بيبقى مكوم ايه زي ما احنا شايفين هنا في الرسم هيبقى عندك اساسي لاتن طبعا علبة النظام او بسميها الكيس اللي موجود فوقها الشاشة اللي هي وسيلة الظهار للمعلومات وطبعا الكيبورد والماوس دول الحاجات الاساسية اللي هتلاقيهم دايما لأي جهاز دايما كي هتلاقي جهاز كمبيوتر من غير ما يكون له وارث معالجة ووسائل ادخال زي الكيبورد والماوس بشكل اساسي ووحدة الشاشة او واحدة اظهار المعلومات اللي هي الشاشة اللي عند دايما بعد كده كل الحوالي داي بنسميها او اجهزة معطية وبتكون اوبشنال يعني اختيارية على سبيل المثال هتلاقي مثلا حاجة زي البرينتر هتلاقي السماعات هتلاقي مثلا سكانر لو في سكانر وهكذا داي اللي بنسميها الاجهزة المحطية او الابشنال حاجات الابشنال او الاختيارية اما نجي نشوف بقى نتكلم عن اجهزة الادخال هنلاقي اجهزة الادخال طبعا بالترتيب حسب الهمية لوحة المفاتيح الماوس بتاعنا طبعا لوحة مفاتيح لادخال البنات النصية زي ما قلنا والماوس لأطاقة الاوامر الحاسب لتنفيذها كارت الصوت وطبعا كارت الصوت بيبقالوه مدخل خاص بالمايكروفون عشان ندخل البيانات الصوتية والسكانر او المسيح الضوئي اللي بندخل منه البيانات الخاصة بالصور والجويستيك لو عندنا مثلا هنلعب هنشتغل على الكمبيوتر كجي مر يعني او جيم لجيمز وليه بتمكن مساعدة من ادخال البنات الخاصة من الجيمز دي كلها تقع تحت تصنيف ما يسمى اجهزة الادخال اجهزة المعالجة طبعا اهم حاجتين المعالج الدقيق اللي عندنا والزاكرة العشوائية اجهزة الاخراج اللي هي بداياتي طبعا بالترتيب هنا الشاشة طبعا ده اساسي وطبعا عشان تشتغل الشاشة ونقدر بتعامل ما هلابد من موجود كارت الشاشة ببقى راكب على الماظر بورد عشان يحول البيانات الرقمية الى بيانات تبقى متاحة للمستخدمين مشوفها على الشاشة نسميها كارت الشاشة او الفيديو جرافيك ادابتور يعني البرينتر طبعا عشان نقدر نطبع البيانات دي بشكل ملموس كارت الصوت ومن خلاله في مخارج خاصة بالسماعات اللي هي بتظهر للمستخدم البيانات الصوتية بعد معالجته اجهزة التخزين طبعا دي مين حاجات كتير جدا طبعا حاجات طبعا اول حاجة ديك بزينا الهارد ديسك او القرص الصالب اللي عندنا الذاكرة الدائمة او اللي عندنا الاسية الفلوبي ديسك او القرص المارين الاسي دي روم او القرص المدمج وسطونات ووسائة التخزين المتنقينة زي الفلاش ميموري وخلافة طبعا الهدف طبعا من اجهزة التخزين احنا بنخزن البيانات الموجودة عندنا لان احنا ممكن نحتاجها في اي وقت لحق اجهزة الاتصال اللي بتتصنف طبعا بداياتها من كروت الشبكة اللي بتبقى راجبة على الاجهزة عشان توصل اجهزة ببعضها اللي بقى داخل الشبكة او المقدم اللي بيوصل الجهاز بالانترنت من خلال خط التليفون ودي طبعا بتمكن المستخدم من تبادل المعلومات مع الحاسبات الاخرى طبعا كل الاجهزة دي كلها عشان تشتغل وتبقى تعمل بكفاءة لابد تكون مرتبطة مع بعضها البعض بايه بما يسمى المين بورد او الماثر بورد الزاكرة اقسف اللوحة اللوحة الرئيسية الخاصة بالجهاز طيب نقدر نقسم الاجهزة على حسب مكان تثبتها في الحاسب الى اما اجهزة بتركب جوا علبة النظام او الكيسة مثل اللوحة الرئيسية مين بورد او كارت الفيديو كارت الصوت المعالج الزاكرة العشوائية فلوبي ديسك الهارت ديسك او كارت الشبكة والمودل دي كلها بتركب داخل علبة النظام بقى بنشوفها بتبقى لاجبا كلها داخل الكيسة او داخل علبة النظام غير الاجهزة المحطية اللي بتبقى موضوعة خارج علبة النظام زي الطبعة السكانر المسح الضوئي الماوس لوحة المفاتيح الجويستيك السماعات المايكروفون المحركات الاقراط الخارجية والمودم الخارجي اللي بنسميه الاكسترنال مودم او الاكسترنال سيدروم طبعا الجهاز من وراء زي ما احنا شايفين طبعا اساسي لازم ما تلاقي في اي كيسة لازم او قلبة نظام لازم في فان او مروحة خاصة بتبريد الجهاز زي ما احنا عارفين ان الجهاز من جوا طبعا كل مكوناته الكترونية ينتج عن عملات المعالجة حرارة عالية جدا وبالتالي كل الحرارات هي تلابد من احنا نخرجها الى خارج جانب النظام من خلال الفان او المروحة اللي بتبقى راجبها فبعض الاحيان في ظهر الجهاز او في جانب الجهاز في بعض الاجهزة بفيها اكتر من مروحة عشان تبريد الجهاز بشكل او كولين سيسم يتم بشكل كويس جدا طبعا بينصح طبعا ان الاجهزة اما تتحط تتحط في اماكن جيدة التهوية او مكيفة وما تبقاش قريبا من الحيطة عشان يحصل تصريف للحرارة الخارجة من الجهاز الى خارج الجهاز تحتها على طول هنلاقي الباور سبلاي او مصدر الطاقة زي ما احنا عارفين احنا بتشتغل على مصدر الطاقة 25 فولت على 50 هرتز في بعض الدولة بتشتغل 110 على 60 هرتز مصدر الطاقة وظيفته انه بيحول الطيار المتناوب او الطيار المتردد الى طيار ثابت بجهود مختلف عشان تغذي الكمبوننس او المكونات الموجودة على الماثر بورد للهارد ديسك للمعالج للرامات لغيره جهود مختلفة كلها جهود ثابتة ودي وظيفة الباور سبلاي طبعا بيانتوك برضو عنه كمية عالية جدا من الحرارة وبالتالي لازم هتلاقي برضو في مروحة خاصة بالباور سبلاي تحتها على طول هتلاقي المخارج الخاصة بالجهاز ده الخاصة بالتوصيل الماوس الكيبورد البرنترز السكنرز حسب نوع المخارج دي هتلاقي في منها السيريال بورت واستلاقي في منها البريرل بورت وهتلاقي في منها اليو اس بي ونهارده اغلب الاجهزة كلها بايبها جاهية كلها اليو اس بي يو اس بي طبعا اللي هو بنسميه اليو نورسل سيليل باس او بنسميه المسار التسلسلي العام كل الاجهزة النهارده بتيجي النهارده كلها يو اس بي. تلاقي الماوس والكيبورد سماعات اغلب الكمبوننت النهارده بتيجي اللي بتوصل للجهاز من بره بتيجي كلها يو اس بي. تحت خالص اللي هو رقم ستة دوت اللي هو المخارج الخاصة بالكروت. احنا انتفقنا ان الجهاز من جوا راكب على المزهر برد مجموعة من الكروت زي كارت الصوت كارت الشاشة كارت الفاكس كارت الشبكة. كل الكروت دي بتبقى راجبه على المزهر برد وبقاليها اطراف او مخارج خارجة في ظهر الجهاز عشان بتتوصل بين اجهزة المحطية اللي وره. اديت اللي هي رقم ستة مجموعة من الرياج كده. الرياج ما بتتشغيل بركب مكانها الكروت في السلوتس او في الشقوق الخاصة بالتوسيع داخل المزهر برد وداخل او على المزهر برد وداخل الكيسة اللي موجودة عندنا.